ملفات حركة النهضة الإخوانية في تونس تتكاثر مما يضع هذه الحركة في مواجهات مع القضاء التونسي من جهة ومع الشارع من جهة أخرى فإلى جانب الملفات القضائية مواجهات سياسية داخلية تقلص من مساحة تحرك الفكر الإخواني الإرهابي مع تعهد حركة نداء تونس بالتصدي لهذا النهج الفكري وأكدت حركة نداء تونس أن السنة الجديدة ستكون حاسمة في تاريخ تونس وفي مسار الحزب في هذا الإطار تيارات حزبية موالية لحركة النهضة فرع تنظيم الإخواني الإرهابي في تونس باتت في مواجهة العصفة أحزاب متهمة بالتحايل على انتخابات عام 2014 بهذه الكلمات افتتح رئيس الهيئة السياسية لحركة نداء تونس حافظ قائد السبسي العام الجديد متهما الحكومة ورئيسها يوسف الشاهد بإقصاء حزب نداء تونس عن الترويكا الجديدة ترويكا متمثلة بحركة النهضة وحركة مشروع تونس وكتلة الائتلاف الوطني السبسي دعا كذلك أبناء الحزب إلى الاستعداد لمؤتمر الحزب الانتخابي في مارس المقبل والذي قال إنه سينظم على قاعدة الأفضلية لمواجهة فكر الأخوان المتطرف ووضع حركة نداء تونس على مدار الريادة السياسية سنة التقلبات السياسية يقول السبسي ويذهب إلى أبعد من ذلك بقوله إن هذا العام سيكون حاسما ومفصليا في تاريخ تونس تطورات سياسية تأتي بينما تعالت الأصوات المنادية بضرورة إسقاط تحالف الشاهد والنهضة في تونس وذلك بعد تدهور المؤشرات الاقتصادية وتفاقم مستوى الاحتجاجات الشعبية في أكثر من محافظة في البلاد وتستعمل التيارات الموالية لتنظيم الإخوان الإرهابي منصات التواصل الاجتماعي بدعم قطري وتركي لتشويه المعارضة وكل حامل لفكر انفتاحي في تونس وبحسب مصادر رسمية فإن حجم تمويل صفحات حزب النهضة يتجاوز 100 مليون دولار من أجل تشويه كل الشخصيات السياسية التي تعارض فكر الإخوان وتحقيق مكاسب سياسية لهم ويلقى تحالف الشاهد النهضة رفضا شعبيا كبيرا إذ يعتبره مراقبون تحالفا يهدف إلى السيطرة على أركان الدولة لخدمة أطراف خارجية معنا الآن من تونس موحامي الأمين العام لحركة نداء تونس الطيب بالصادق أستاذ الطيب مساء الخير مرحبا بك معنا كل عام وأنت بخير ما الذي عناه السيد السبسي أمين عام نداء تونس عندما قال تم عملية تحايل على نتيجة الانتخابات التشريعية عام 2014 ما الذي عناه بمسألة التحايل تحديدا بداية لابد لي أن أشكركم على حسن الضيافة ومن جهة ثانية أقول كذلك أن العام الجديد إن شاء الله يكون مبارك على الجميع ويكون فتحة خير على الجميع بالنسبة لما يفسر من هذا الكلام في الحقيقة هو تحليل الوضع أو تحليل الواقع وما آلت إليه الساحة السياسية في تونس من عملية إفراغ بعد بداية كانت في الحقيقة ترغب في كون يكون هناك توازن على مستوى الأحزاب السياسية ولكن حركة النهضة في الحقيقة دخلت بطريقة تحايلية كما ذكرها رئيس الهيئة ويذكرها العديدون هنا وهي أن تحاول الدخول في مفاصل الدولة وتحاول أن تفرق بين مختلف الأحزاب الأخرى حتى يتم لها الغلبة وتكون هي في المرتبة الأولى ولا يشاركها في ذلك أحد وقد اختارت في الآوينة الأخيرة أن تتحالف مع ابن نداء تونس في الحقيقة وللأسف هو ذهب معها إلى ذلك الخط الذي هو في الحقيقة خط أحمر بالنسبة للشعب التونسي الذي يختار في الحقيقة الانفتاح ويختار طريق غير الطريق التي تختارها حركة النهضة والتي تورين وجها أو واجهة جميلة في البداية ولكن تخفي في الحقيقة عملية تحايلية وعملية انقلابية على وجهة البلد بشكل عام طيب عندما يتحدث أيضا السيد السبسي ويقول أنه سيكون هناك عام جديد وعام حاسم سنة حاسمة كما وصفها في تاريخ تونس أيضا ما الذي يعنيه ذلك فيما يتعلق بالمشهد السياسي اليوم في تونس هي سنة انتخابية أكيد أنها ستكون حاسمة ولكن للأسف بالنسبة لهذه السنة الانتخابية هناك توازنات مغلوطة أو هناك غلبة لجهة هي في الحقيقة غير منتمية لأحزاب وهو الاعتلاف الذي وقف وراء رئيس الحكومة الذي اختار التحالف مع النهضة وهو في الحقيقة معناها تحالف يعتبر مشوه للحقيقة باعتبار كون هذا التحالف يسعى من جهة إلى استقطاب أناس حدثيين أو أناس لا يؤمنون بمسار الحزب النهضة وفي نفس الوقت هو يتحالف معها بطريقة أخرى وبالتالي هذه هي عملية التحايل على العملية الانتخابية الأولى في 2014 والتي آلت الغلبة فيها لنذاء تونس ولكن سرعان ما افتكت حركة النهضة الغلبة من حيث النواب في البرلمان وافتكت كذلك التحالفات ولكن هذا لن يؤدي إلى غلبة كلية باعتبار كونه ينقصنا في المؤسسات الدستورية الآن المحكمة الدستورية من جهة ورئيس هيئة الانتخابات من جهة أخرى وهذا لن يتسنى لحركة النهضة باعتبار أن المطلوب هنا أغلبية قصوى وهي الثلثين وهذا غير ممكن حتى لهذا التحالف المشوه الذي ذكرته وبالتالي فإن الفترة القادمة ستكون في الحقيقة فترة مصيرية بالنسبة لحركة نداء تونس لاستخطاب الجانب الحداثي والجانب الذي يؤمن بتونس البرغيبية التي صنعت على أسس معينة وذهبت نحو مكان بعيد عن هذه التوجهات التي بالأساس هي توجهات انقلابية وتوجهات تسعى إلى السيطرة على مفاصل الدولة بشكل مشوه ولكن في نهاية المطاف سيد الطيب العملية الديمقراطية تتطلب التحالف مع من يفوز من أحزاب ومن تيارات لتشكيل الحكومة وتسيير أمور البلاد وهذه هي جوهر العملية الديمقراطية طيب نداء تونس كان مجبر للدخول في مثل هذا التحالف ماذا لو حصل نفس السيناريو في الانتخابات القادمة هو في الحقيقة فعلا كان مجبر لأنه لو اختار نداء تونس أن يتحالف مع أحزاب صغيرة لا تفككت في وقت قصير ولم يكن بإمكان معناها مواصلة إرساء حكومة بشكل متوازن ولكن للأسف هذا لم ترعيه حركة النهضة رغم أنها استفادت من هذا واستفادت حتى من دخول أعضاء في الحكومة من حزبها ولكن في الحقيقة في الأخير اختارت أن تخون رئيس الجمهورية وأن تخون هذا التحالف وتذهب نحو شخص في الحقيقة وأقول عليه أنه ارتأى أن يذهب في مسار للضغط ومسار للسيطرة على مفاصل الدولة قصد نواية انتخابية طبعا وهذه النواية الانتخابية ستظهر خلال الأشهر القادمة أكيد لأن المسار الانتخابي سيبدأ خلال أشهر الآن هناك مؤتمر انتخابي ما الذي نتوقع فيما يتعلق بحركة نداء تونس تحديدا هل نتوقع تغييرات هل نتوقع إعادة ترتيب أم ماذا تحديدا هو في الحقيقة المؤتمر الانتخابي سيصحب البساط من تحت هذا الانشقاق الحاصل في نداء تونس ولكن أنا باعتباري رجل قانون ولست رجل سياسة في الحقيقة أنصحوا بكون بوضع أسس سليمة وصحيحة ويمكنها أن تبني وتجعل من حزب نداء تونس حزب قوي ممكن أن يواجه في الفترة القادمة حزب آخر أسسه رجعية أسسه معناها مختلفة تماما عن الأسس التقدمية والأسس الحدثية طيب في الدقيقة المتبقية أستاذ طيب بما أنك رجل قانون هناك الآن مسارات قانونية لها علاقة بحركة النهضة مسارات قانونية بعض الجهات تعتزم اتخاذ أو اتخذتها بالفعل كيف ستؤثر برأيك هذه المسارات القانونية على مجريات العملية الانتخابية القادمة في الحقيقة هذه المسارات القانونية أثرت بطبعها وأخذت حيزا كبيرا في الصحافة رغم أن وسائل الإعلام في تونس للأسف مسيطر عليها بطريقة غريبة والأموال تتهاطل من كل الجهات للسيطرة أو لتجين هذا الإعلام والأسف بعض الوسائل الإعلامية ذهبت في هذا المسار وفي الفترة القادمة أكيد أن الغلبة ستكون للشعب التونسي الذي دائما يختار الوجهة الديمقراطية والوجهة الدائمة للتقدمية والحدثية ولا يختار مسار في الحقيقة أنا أؤكد باعتباري قانوني أن مفاصل الدولة والقضاء أساسا بدأت من خلال الوزارة التي مسكتها النهضة في بداية حكمها وقد عزلت 82 قاضي في الحقيقة في الفترة الأولى لمسكها بالحكم وهذا العزل أثر على توازن القضاء ومن ثم حتى القضايا التي رفعت مثلا أذكر قضية رفيق بن عبد السلام بوشلاكة الذي كان وزير الخارجية وهو صهر الغنوشي فقضية وزير الخارجية الأسبق لازالت إلى اليوم على أدراج مكاتب قضي التحقيق بالقطب القضاء المالي ولم يتم البت فيها إلى الآن ولل في الحقيقة أنا أتأسف جدا لعملية الإرباك الحاصلة لدى بعض القضاء ولا أقول كل القضاء لأن أغلب القضاء في تونس هم من الشرفاء شكرا جزيلا لك الأستاذ الطيب الصادق محامي الأمين العام لحركة نداء تونس كان معنا من العاصمة التونسية شكرا جزيلا لتونسير فيديوهم اضنع بتواتي تونس بأحوال объясنوا لقد ح hvad أتأسف تونس من الجسر حذر تونسني تمت بس образом